السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد بازن الله هيعجبك جدا خليكي كده معي في الفيديو للاخر وحطيه اللايك واشتركي في قناتي لو انت لست جديدة عندي عشان بازن الله يوصلك مني كل جديد وطبعا يشرفني وينورني اعرف انت ويتشاهديني من انهي بلد طبعا النهاردة الفيديو بيتكلم ان انت تعلاقي كده البروفل بتاع جوزك القديم على المساحة وانتي هتنبهر من النتيجة ومش هتصدقي ان اللي حصل ده كله من البروفل القديم هنجيب كده اي بروفل قديم عندنا مش لازم برضو بتاع جوزك عشان مش يقولوا من احنا متاهدانهم وهتجيبي كده البروفل بالشكل اللي انت شايفا ده وهتبتدي ان انت تقصي الحتة اللي تحت من البروفل بس اهم حاجة تكون حاجة صوف ما تكونش حاجة مثلا قطنة او كده اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا دي ان الحاجة تكون صوف بروفل بقى بتاعك بتاع جوزك بتاع اولادك اي حاجة تكون قديمة عندك صوف هتعملي بيها التجربة دي وهتبتدي ان انت تقصي الجزء اللي تحت بس من البروفل بالشكل ده وكمان هتبدأي ان انت تعملي فتحتين كده فتحة من اول البروفل وفتحة من التحت من تحت بالشكل ده يعني هنعمل كده فتحتين من البروفل وهتجيبي بقى كده آآ طبقة تحطي فيه شوية مية وهتحطي فيه المكونين اتنين بس هتحطي آآ البريل العادي خالص بتاع الموعين اي بقى آآ صابون سايل عندك انت بتستخدميه للموعين هتحط شوية صغيرين احنا مش عايزين آآ رغاوي كتير ولا حاجة احنا عايزين حاجة بسيطة جدا وكمان هتحطي شوية من كلوريكس الالوان كلوريكس الالوان مش الكلور الابيض كلوريكس الالوان اللي معايا ده كلوريكس الالوان بس سايب انا بجيبه يعني من الصبانة انت عندك اللي هو العادي او من الصبانة مش هتفرق وهتقلي بيهم كده وبعض بالشكل ده وبعدين هتجيبي البروفلت وحطيه في المية بالشكل اللي انت شايفا ده وبعدين هتعصريه جامد احنا مش عايزين جواه مية كتير هنعصره جامد بالشكل ده تمام جدا كده وهتجبيلي بقى يا ست الكل المساحة بتاعتك هتجيبي الراس بتاعت المساحة وهتبدأ ان انت تفردي البروفل تحتها بالشكل اللي انت شايفا ده وهتبتدي ان انت تلف فيها على راس المساحة بالشكل ده تمام جدا كده هتلف فيها كده وهتسبتي الفتحتين اللي احنا عملناهم في الحتة اللي احنا بنحط فيها العصاية بالشكل ده وهتبتدي ان انت تركيب العصاية عادي خالص تمام جدا كده تعالي بقى عند الحطان بتاعتك اللي بتكون عليها جافة عليها حبر عليها اتساخات عليها اي حاجة بجد الموضوع ده بيفرق جدا جدا مش هتمسكي ليفا ولا هتدعكي ولا هتحطي سلكة وتدعكي بجد البروفل والكولوريكس الالوان وشوية البريلة هيكفه ويوفه طبعا انا مش بدعك في الحطان لان الحطان بتاعتي انا لسه دهناها يعني لسه مبيضة الشقة عندي فالحطان بتاعتي نظيفة بس اقسم بالله التجربة دي انا كنت بعملها قبل مدهن الحطان بجد يا بنات فوق الروعة حلوة جدا جدا هتخلصك من اي اه شخبط جاف من اي اتساخات من اي حاجة عندك اه موجودة على الحطان هتتخلصي منها بكل سبولة وطبعا لو انت عندك الحطة عليها ومش طيلوها او البلكونات او اي مكان عندك في اتساخات في تراب في اي حاجة الطريقة دي بجد تحفى طبعا وبتبقي مجهزة قماشة تكون قطن مع محتوطة في المية ومع صورة كويس مية بس وبعد ما بتخلصي بتنشفي او بتشتفي يعتبر الحيطة بالقماشة اللي هي اه المبلولة دي بجد بتبقى الحطان كده بتزغرت من النظافة اقسم بالله انا مش هحلف كذب الطريقة دي احلى طريقة تنضافي بيها الحيطة مش هتصدقي النتيجة غير لما تجربيها جربي الطريقة دي بجد تحفى رشي بقى كده البكن بودر على باب الشقة بتاعتك وانت هترتاحي من مشكلة او من مشاكل كتيرة كلنا بنتعرض ليها بالزاد في الصيف تعالي كده نسمي الله ونصلى على الرسول ونشوف الفكرة في عياتنا النهاردة بتتكلم عن ايه هتجي بيلي كده بخاخة تكون عندك زي ما انت شايفة كده وهنفتحها بالشكل ده وهتجي بيلي كده كيس بيكين بودر كيس بيكين بودر دوت اللي مش يعرفوا آآ البيكين بودر دوت خميرة الحلويات اهو بيبقى شكله كده طبعا بيبقى منه اشكال كتير وانواع كتير بس هو ده خميرة الحلويات عشان في ناس ما تعرفش يعني ايه بيكين بودر بنفضيه في العبوة بتاعتنا بالشكل ده او في يكون كيس كامل عندك حتى لو يعني انتي واخده منه نص معلقة ولا حاجة آآ سبيل مسلا ممكن ان احنا نحتاجه في تمضيفات او كده وهاتي كيس كامل حطيه في البخاخة بالشكل ده وهنحط كمان معاها آآ لمونة هقولك طبعا دلوقتي هنحط لمونة ليه وممكن تستغني عن اللمونة دي وممكن لأ في الحالتين هقولك طبعا دلوقتي مش تستعجلي هقولك كل حاجة في الفيديو هنجيب كده لمونة ونعصرها برضو على البيكين بودر بالشكل ده ما يكونش طبعا آآ تحاول على قد ما تقدر اني ما يبقاش فيها اي بزرق او طفل علشان خاطر طبعا البخاخة بتاعتك ما تبص منك ومش هتعرف ان انتي تستخدميها لو فيه اي بزرق او طفل فيها تمام جدا كده وبعدين هنحط حوالي كوباية كده من الميا كوباية لها الصغيرة دي لو عند كوبايات كبيرة بتحط نص كوباية هوريك طبعا حاجمها دلوقتي بيبقى شكلها هعمل ازاي اللي هي كوباية للشاي الصغيرة دي اهو انا ملتها وبعدين هتحطيها في البخاخة بالشكل ده تمام جدا كده وكمان هتجيبيلي بقى الدوني الدوني اللي هو منعم الملابس منعم الاقمشة اي بقى نوع عندك انت بتستخدميه هنحط يعني حوالي كده الغطى منه اهو هنحط كده حوالي غطى من دوني منعم الاقمشة في البخاخة بالشكل ده اهو تمام جدا كده وبكده البخاخة بتاعتنا هتبقى جاهزة معنا هنقلب طبعا كل المكونات دي مع بعض وهتسيبيها كده في الدورك بتاعك بتستخدميها بقى طول الصيف بترش منها كده قصات باب الشقة طب بترش بينها قصات باب الشقة لي لو انت عندك بقى نملة او نموس او دبانة او اي حشرات بتدخلك من باب الشقة بترش كده المكونات اللي احنا حطناها دي قدام باب الشقة بتمنع عنك بقى اي نموس ممكن ان هو يدخلك او او نملة او اي حاجة من الكلام ده لو انت عندك طبعا وبتخلي كمان رحة الباب الشقة عندك رحيتها حلوة جدا من الدوني اللي حطناه. اللمون طبعا احنا بنحطه في حالة لو انت عندك قطط لو انت عندك القطط بتحطي معاهم اللمون من الروايح اللي القطط بتكرهها جدا ويريك كمان لو انت عندك زيت لمون كمان ممكن ان انت ضفيه. ده طبعا في حالة لو انت عندك قطط لو ما عندكش قطط بتستغني عن اللمون خالص. الفكرة دي حلوة جدا جربيها طول الصيف وبازن اللي هتعجبك تدعي لي ومع السلامة.